اشتركوا في القناة 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 ها المكانة بتفرب البقدونس بسوانة ما انه الا نشد الخات ثلاثة او اربع مرات وكل ما نسحب الخات اكتر كل ما بينفرموا زيادة ومش بس هيك ارتحنا من فارم البصل يلي بيبكي كل ستات لبيوت كمان بسوانة وبينفرموه والاهم كمان انه ما بقى نعرض ايدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالادوات الكهربائية التقليدية اللي تقيلة سيكتي ساجن تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالسوس طبعها وبتفرم اشي كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطع لشقف صغيرة من دون اي مجهود بقصبها واحد ثلاثة اربع مرات وبيجهز كل شي سيكتي ساجن تابولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها بـ 52 الف ليرة ومش بس هيك بيجي معها هالسالة بول هدية مالكن اللي تتصلوا بباس سلر على 0144555 وبتوصل لعنكن وين ما كنتوا باللبنان في دريفري هول كانوا الايتمز ان شاء الله يكونوا عجبوكن ما تنسوا فيكن تتصلوا عباس سلر على 0144555 حتى بعد الحلقة تابعونا دايما على ام تي في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة